مرحبا مواليد برش الثور معكم كارمي شماس كيف بده يكون شهر نيسان عبريل 2021؟ شهر نيسان عبريل بالنسبة للكم مقصوم إلى قسمين الجزء الأول هو من تاريخ 1 حتى مساء 19 توقيت بيروت الجزء الثاني هو من صباح 20 حتى مساء 30 الجزء الأول بيكون تنتبهوا بالنسبة للكم مواليد برش الثور برش الثور هو فترة كتير ضعيفة هو فترة كتير خفيفة الحظ تقريبا الأمور تسير بطريقة كتير بطيئة لدرجة أنه ما في شيء بيمشي خلالها هي فترة قد تحمل لمواليد برش الثور تأخير يمكن تزعله بفترة معينة لسيما بالأيام الأقل حظا بكونوا كتير حذرين خلالها أيضا خلال هذا الجزء هناك نوعا من بعض الأمور يلي تمشي بطريقة غلط ويلي معقولة تسبب لكم وجعة راس يلي تسبب لكم شوية التباسات ويلي يمكن تخيب لكم أمالكم برجع بكرر بالأيام الأقل حظا يلي عنده شيء مهم مواليد برش الثور خلال هذا الشهر يتركه للجزء الثاني ليه؟ لأنه الجزء الثاني في عندنا الشمس ببرشكون يعني شمس توصل تحديدا لأيكم بتاريخ 19 يلي هو يوم الاثنين تحديدا الساعة 8 ونص المساء التوقيت العالمي مع وصول الشمس لبرشكون تتغير كل الأمور بتبلش تركض الأمور ركض وتبلش تتحسن بيصير فيه انفتاح بيصير فيه انقشاع بيصير الأمور ميسرة وتبلش الأمور كلها اللي كانت ناطرة يلي هي تقريبا من أواخر عدار مارس تحديدا من تاريخ 20 بتبلش تتبلور من هلا إذن الجزء الأول هو الجزء الأضعف الحلقة الأضعف يلي ما فيها نتائج حاسمة يلي معقولة تأخلكم عمالكم خلالها في عندنا بتاريخ 12 نيومون أمر جديد الأمر والشمس بيلتقوا ببرش الحمل هادي الفترة الأضعف هادي الفترة يلي بتردكن لذاتكم بتقلكم انتبهوا حالكن انتبهوا من الأمور الصعبة متعقدوها لأن الأمور بتتعقدوا معقولة يصير فيه نوع من منافسات بتكون عليكن شوي صعبة ويمكن ما تقدروا تخلصوها عمتبروها فترة مراجعة للذات إعادة تقييم لأموركم إعادة تقييم لأموركم وإعادة النظر في الكثير من الأمور وما تتخيلوا أنه خلالها رح بيكون فيه أي نجاح بالعكس تماماً هذا الأمر الجديد هو لألكم لتبتعدوا عن الأضواء وتعودوا لذاتكم تهتموا بحالكم فقط لغير لحسن الحظ في شهر نيسان عبريل وتحديداً في تاريخ 14 المساء بيوصل كوكب الزهرة لبرشكون وبيحول كل الفترة البائية من 14 لآخر الشهر بيحول لإلا فترة بتحمل بهجي وبتحمل فرح وبتحمل أخبار ممتازة هذول اللي رح بذكرون يومياً من الأيام الأكثر لح أذكرها يومياً وإذكر الموالي الأكثر حظاً كل يوم بيومه أو حتى أسبوعياً إذن كوكب الزهرة رح يبلش حلح الأموركون ابتداء من تاريخ 14 هلأ كوكب أورانيوس أكيد بعده ببرشكون وهلأ رح بذكر من المولود الأكثر تعامل أنه كوكب أورانيوس بيطول ببرشكون بيصير على مهله يمشي على مهله ومعقول كتير أنه الأمور يصير فيها خربطات تغييرات فيها تكون أمور صحية فيها تكون أمور عائلية فيها تكون أمور أيضاً مهنية فبدكم تكونوا حذرين عم بحكي تحديداً عن موالي 29 و30 نيسان أبريل نروح على الجزء الثاني الجزء الثاني يبدأ بتاريخ 20 وبينتهي بتاريخ 30 الجزء الثاني هو احتفال بوجود شمس ببرشكون بعيد ميلادكون يلي خلقاني بشهر نيسان أبريل وطيء لصفحة من الماضي ووجود كوكب الزهرة ببرشكون هيدا معناتها أنه هنالك الكثير والكثير والكثير من الحماسي والكثير من الإيجابيات والكثير من المتغيرات الحلوة عم تبلشوا صفحة سنوية جديدة مع وجود الشمس ببرشكون ولأنه ماشي مع الزهرة هيدا معناتها رح بيكون فيه الكثير من التنوع الجميل جداً خلال هذا الجزء يلي هو الجزء الأفضل الجزء الأفضل من 30 يوم لهلا عنا فول مون أمر مكتمل بتاريخ 27 في برج العقرب هيدا معناتها أنه فيه نوع من مواجهة لألكن فيه انتباه واهتمام بشخص أو بأشخاص أو بعلاقة أو بارتباط معين يمكن فيه ملف قديم يمكن فيه ملف جديد عم تشتغلوا عليه ويمكن يكون فيه نوع من محاولة للاهتمام بعلاقة ضعيفة أو بعلاقة مهنية يلي شغله ضعيف بدو ينتبه لحتى ما يصير فيه مجازفة باستقراركن فكونوا منتبهين لأنه فول مون معقولي تحمل الفترة تقلبات مساجية لكن انتبهوا يلي علاقته ضعيفة مهنيا أو اجتماعيا أو عاطفيا بدو ينتبه يلي ما في عنده علاقة هذا معناتها الأضواء مسلطة معقولي يكون فيه تعارف أو فرصة مهمة جدا شهر كتير حلو لكن شرط أنكم تركزوا بعملكم على الجزء التاني منه الأيام الأكثر حظا لمواليد برش الثور هو تاريخ 3-4 5 قبل الظهر تاريخ 13-14 تاريخ 22 بعد الظهر والمساء 23-24 وأيضا مساء 30 بالنسبة للأيام الأقل حظا فيها تكون تاريخ 5 بعد الظهر ابتداء من ساعة وحدة توقيت العالمي الظهر تاريخ 6 تاريخ 7 تاريخ 10-11-12 فترة فارغة كليا كلية من الحزوز تحديدا حتى الساعة 6-4 المساء توقيت العالمي بيرجع في عنا فترة شوي ضعيفة هي تاريخ 20-21-22 حتى الساعة وحدة الظهر توقيت العالمي فترة صعبة هي مساء 26 تاريخ 27-28 بالنسبة للمواليد الأكثر تعبا هي مواليد 29-30 نيسان أبريل كنوا حذرين الأكثر حظا فيها تكون شوي عابرة لأن تأثيرات الظهرة تلكم من تاريخ 14 لأيخر الشهر هي مواليد 20 نيسان أبريل 11 أيار مايو كوكب بلوتو بيعطي تأثيرات رائعة لمواليد 17-18-19 أيار مايو بدي أتمنى لجميع أسبوع حلو على أمل لقاء مع الأبراج اليومي والأسبوعي شكرا لكم باي باي شكرا لكم